واربعة وعشرين تمتسموا في ديوان أفاهم وهذا الموعد موعد الأسبوعي مع الانتربيو دولاس ومين اليوم عديد المواضيع اللي تهم القوانين اللي تهم البرلمان اللي تهم المجتمع اللي تهم كل عديد المشاريع باش نحكيو فيهم مع ضيفي رئيس كتلة الخط الوطني السيادي السيد يوسف ترشون أهلا وسهلا مرحبا بيس يوسف مرحبا بيك أفتمر مرحبا بي مستمعيك ومشاهديك وتحية للشعب الفلسطيني المقاوم الأبي تحية شرعية المقاومة والعزاء للمطبيعين الخونة أجمل جملة ننطلق بها في حوارنا تعرف سيد يوسف ترشون موقفك من الفصل المرسوم 54 وخاصة في فصل 24 عامل درجة كبيرة لأنك موقفك واضح وصريح وهذا تقول فيه يعني منذ مدة مش جديد حتى أنه على الصفحة الرسمية متاهك منذ ثلاثة يام مكتبت يسقط الفصل 24 من المرسوم 54 والناس الكل قاعدة تشوف اللي فما حاجة قاعدة تتحرك في علاقة بهذا المرسوم 54 نذكروا سيوسف اللي هذا موقفك مش جديد يعني وانتي كل مرة تحب تقول لراه ومش جديد الموقف افكتيف ما اخت مريم واذا صرحت بهذا في اكثر من وسط التعليم حتى قبل الشروع في الانتخابات التشريعية في دورتها الأولى معنا قبل ما نكون نائب احنا ندافع على قضايا مبدئية بالنسبة لي انا حتى كاستاذ فلسفة احنا عنا محور كامل يتعلق بمسألة الدولة وحق الإنسان وندرس ولادنا مفهوم حرية التعبير وهذا مدرج حتى في البرامج الدراسية ونحن دائما وابدا مع حرية الرأي وحرية التعبير خاصة في مجالات معينة اللي مثلا ميثاق الشرف الصحفي موجود حتى في الموتو المدرسية التنسية واحنا نعرف اللي فما خصوصية لهذه المهنة بالذات واعتقد واعتقد ان هذا المرسوم على ما معنا ربما مش يختفي على ما يتضمنه من نية صادقة والنية ربما في حماية اعراض الناس وفي حماية معنا حتى مستهلك المعلومة في كونه توصله المعلومة وتوصله الحقيقة وفق ميثاق الشرف الصحفي اللي هو ديونتولوجي متى الصحافة مش في تونسبرك في العالم الكل هذا لا نجادل فيه ونحن مع وضع معنا ضوابط لممارسة هذا الحق في التعبير وخاصة في نشر المعلومة والعمل في الإطار المتعلق بمسألة النشر ونقل المعلومة ومعنا مصادرها إلى آخره ولكن نحن نرى ان هذا المرسوم خاصة في فصلي 24 قلت على ما فيه من نية صادقة لهذا المرسوم صدر عن رئاسة الجمهورية وأنا على يقين في قراءتي الخاصة التأويلية الخاصة أن الغرض منه والنية منه هي نية صادقة ونية معنا من الناحية الأخلاقية لا جدالة فيها وبرشة حتى من زملائكم الصحفيين هم يعتبرون أن هذا المرسوم خاصة في ظوء ما حدث أخيرا خاصة في الفيلات اللي صار على البلاتويت ومس أعراض الناس وسب أعراض الناس على ما في ذلك من نية صادقة إلا أنه من الناحية الإجرائية نحن نتحص على الناحية الإجرائية لتطبيق هذا القانون قد يصبح معرقلا ومعطلا للأفكار وها أنا نجب نمشي الأبعد من هذا هو أصبح وصاررة مش حد يصبح أصبح وصاررة يعني برشة ناس يعني شوفنا هم تحاكمون بهذا المرسوم بهذا الفصل ناس داخلت للسجن ناس يعني اليوم ولت خايفة أي واحد ياخد الميكرو وياخد القلم يقول لي أنا عندي سيف مصلت على رأسي فما خطورة في كونه الإبداع في كونه التفكير الحر يولي عنده قيود مسبقة هنا المشكلة المشكلة في أنه هذا المرسوم اللي البعض من الشرفاء والبعض حتى من الصحافين اللي نعرفوا اللي ما عندهمش هذا الانفلات ويكونوا صادقين ولكن أنا على يقين من أنه الصباح كيمشي بش يمارس المهنة متاعه كسواء بش يكتب مقال وينشروا في جريدة أو باش يعمل حتى مثل هذا الحوار الإذاعي والتلفزي الآخرهي يلقى يقعد يمارس على روحه فيه نوع من لوتو السانسير واللوتو السانسير هي محمودة ولكن ما يزمهاش تتحول إلى قيد ما يزمهاش تتحول إلى معطل للتفكير وللإبداع إذن هو مرسوم حق أريد به باطل لا أنا أنا مقوش أريد به باطل الكلمة متاعة أنا أنا مقوش أريد به باطل تقول أنت كنت تقول في الانتلاقى كانت النية أنه تنظم الأمور وكان في مبرشة انفليت ونذكر وقت آفكتبو الانتخابات يعني خاصة في تسعتاش وليباش سبونسور زيلي اليوم صحيح صحيح شمعناه يا باري أنا نحب الناس هذية اللي هي تناقش في المرسوم هذية تناقش المبدأ شمعناه معناه لو افترض ما الناس هذية اللي قاعدة تتكلم على ما آآ الناس اللي تحاكمت بيموجب هذا الفصل باي لو افترض ما أنه متحاكم حتى واحد بيموجب هذا الفصل أنا بش نكون نكون ضد هذا الفصل لأنه بالنسبة لي أنا ما يهمني في المسألة هو الانسان بالألف ولم تعريف بقطع النظر على مسائل جزئية ولا شكولنا مشاورة ولا انتماء السياسي ولا كفرد لا لا الانسان الانسان الأصل في الأشياء هل تعتبر الفامانيس اليوم سيست هذة الموضوع؟ طبعا طبعا والعكس قاعدين تويسي وأنا أعتبر وأقولها صراحة وأنا معناه أعلن معناه وهذا الناس كل تعرف أنا بالنسبة لي أنا معاها هذا المسار ونعتبر ما فعله الرئيس الجمهورية إنقاذ للبلاد هذية من خطر دهم كما ينص عليه الفصل الثمانين والناس اللي تحظف على الانقلاب مع لها كان تمشي تقرأ الدستور اللي هما كتبوه والفصل الثمانين بذلك برشة ناس من عائلتك السياسية برشة ناس من عائلة متفقين هذة رأيين هذة رأيين هذة رأيين أنا نفكر هكي وبالنسبة لي أنا آآ معناها تطبيق هذا المرسوم مش يمس فقط الصحفيين لا لا يمس المبدعين أنا بالمرسوم هذية تو نحل أي قصيدة كتبها شعر محمود درويش ولا نزال قباني تو بالمرسوم هذا ندخله الحبس وثانيا احنا تقوله مش هذة مش حتى الناس اللي تعيس تاوه انا تاوه كان نمشي نحل لرسالة الغفران بتاع المعري ولكلنا نعرفه لرسالة الغفران تاوه مش يحكي تحكم عليه بخمسة سنين وخمسين مليون اختيه تاوه معناها بالعداب معناها هذا المرسوم شوف هذا المرسوم يقيد بشكل مسبق قاعد نقول يقيد بشكل مسبق حرية الانسان في ان يفكر وفي ان يبدأ واحنا نعرفه حتى في المسرح اخي المسرح نذكروا معناها المسرحيين اللي متاعنا ما كسوها عبد القادر المقدد وقال معناها كلام الليل وثمني والاخرهي النصوص هذي كانت تضمن نقد مباشر وفيها حتى احيانا ما يسمى التويكة اللي يسميه في ثلب ولا ولا كذلك ولكن ما نجموش نخلقوا فضاء متاع اه ابداع خاصة في في علاقة بالفن وبالصحافة الاخرية وحتى زادة سائر المواطنين من غير ما نفتحوا الباب للتفكير بشكل حر احنا شوف اختي مريم اللي بش نخسروه بالعقوبة هذية المشدة اكثر من اللي بش نربحوه حتى لو طبقناه واكثر حاجة